طيب خليني اقولكم بعض الارقام الخاصة بالتطعبات واللقاحات علشان دي مهمة جدا لو حضراتكم عايزين تفهموا ماذا يحدث لو سمحتوا وده كلام وتصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اولا هي بتقول وبتؤكد ان مصر هي اول دولة في افريقيا تبدأ التطعيم ضد الكورونا وان هي احنا اول دولة في افريقيا حصلنا على اللقاحات في القارة يعني في افريقيا كلها الوزيرة بتقول ان الفئات المستحقة للتطعيم اهمها مرضى الاورام والفشل الكلوي والمواطنين اللي خضعوا لعمليات قلب مفتوح او اساطر مخية او طرفية بالاضافة لعمليات زرع الكلة والكبد وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الامتظار يعني ايه يعني هما دخلوا على البيانات الاساسية اللي عندهم الناس اللي عملت هذه العمليات عندهم في المستشفيات ومش بس كده بدأوا وبصهم في قرارات العلاج على نفقة الدولة وطلعوا القوائم المستحقة وبدأوا يرسلوا الرسائل المصية لهذه الفئات لو سمحت انت تستحق انك انت تاخد اللقاح واتواصلوا معهم علشان لو هو عايز يجي ياخد اللقاح للتسهيق عليه في الحصول عليه وتم تسجيل مية اتنين وخمسين الف وتمنمية اتنين وتسعين حتى الان اللي سجلوا مية اتنين وخمسين الف وتمنمية اتنين وتسعين من الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على اللقاح على الموقع الالكتروني من سعة ما بدأ هذا الموقع المية اتنين وخمسين الف وتمنمية اتنين وتسعين دول حياخدوا اللقاحات بتاعتهم فور طبعا في مكاتب متخصصة في كل الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لو حضرتك مش عارف تدخل من البيت او من الموبايل على الويب سايت تروح هناك وهما هيقدموا لك خدمة ان هما يسجلوك يعني ايه يعني انت تروح وتقولوا لو سمحت انا استحق بس مش عارف اسجل نفسي لو سمحت سجلني فيدخل ويفتح الموقع ويبدأ يسجلك وياخد بيانات حضرتك ويبدأ ان هو يسجل اسمك ويحط ليه انت تستحق ويحط ويجاوب على الاسئلة اللي موجودة علشان تاخد التطاقيم بتاعك الموقع بيخلي المواطن اللي يستحق يسجل بياناته علشان ياخد الاولوية تلقائيا يعني ايه تلقائيا يعني حضرتك لما بتسجل على الموقع ده مش الوزيرة او حد ما عند الوزيرة هو اللي بيختار مين اللي بيطلع الموقع الالكتروني ده بيطلع الفئات الاكثر استحقاقا فبيبدأ هو يطلع الاسماء يقول انا اتسجل عندي مثلا 200 الف 300 الف اقوى ناس مستحقة لخمسين الف دول وبعدهم مثلا الميت الف دول وهكذا الموقع تبقى للمعطيات اللي عنده ايه هي الامراض ايه هو السن ايه هو درجة الخطورة ويبدأ الموقع الالكترونيا طبقا للمعطيات الطبية اللي موجودة فيه هو اللي بيرشح الاسماء التي تستحق ان هي تاخد التطعيم في 40 مركز تم تخصصهم على مستوى الجمهورية ده اللي انت هتروح تطاعم فيهم انت تقدر تروح للوحدات الصحية تسجل اسمك بس 60 ف40 مركز محدد ليه؟ علشان حفظ الجرعات وحفظها بطريقة امنة علشان حضرتك تروح تطاعم بشكل جيد زي ما حضرتك شوفت رئيس الوزرى النهاردة راح شاف احد هذه المراكز طيب زي ما احنا قلنا ان التطعيم كل واحد وعشرين يوم يعني مش كل واحد وعشرين هي جرعتين التطعيم اللي جاي لمصر نوعين النوع الاول هو سينوفارم سينوفارم ده اللي هو التطعيم الصيني والتطعيم الصيني جرعتين ما بينهم واحد وعشرين يوم يعني حضرتك لو اخدت سينوفارم حيقولك تعالي لي كمان 3 اسابيع عشان هديك الجرعة التانية المنشطة زي زمان لما كنا بناخد بقى ايه شال الاطفال والحاجات دي كان دايما يجي يعمل لك حاجة اسمها جرعة تنشيطية او منشطة بيفكر ذاكرة الجسم بتاعك انك انت بتاخد الانتيبوديز او الاجسام المضادة لهذا الفيروس ده بالنسبة لسينوفارم بالنسبة لأسترازينكا الجرعة التانية بعد 12 اسبوع يعني ايه يعني استرازينكا بتاخد اول جرعة وتستنى تلات شهور تاخد الجرعة التانية بعدها اذا هي لازم جرعتين ولكن واحدة فيهم كل بعد تلات اسابيع والاخرى بعد تلات شهور هما اللي بيحددولك تبقى اللي انت تتخدم لاتنين واحدة جماعة عشان ما حدش يقول والله انا عايز ابو تلات شهر لا انا عايز ابو تلات اسابيع هما الاتنين واحدة اخوانا ارجوكم افهموا ان المعطيات بتاعتنا ايه احنا بنجيب من هنا ومن هنا على قدر ما احنا نقدر نشتري او ان يويجي لغاية مصر ده رقم واحد نمر اتنين التطعيمين دول واللقاحين دول معاملين بنفس الطريقة وهي طريقة الاجسام المضادة هو بيخلق اجسام مضادة وبيحنهالك لالانتيباضيز لنفس الطريقة القديمة في الوصول لتطعيمات ضد امراض وضد حاجات قدت عليها في العالم خلاص لما طلعت هذه التطعيمات قدرت تقضي على هذه الفيروسات وهذه الامراض